أنه بيع الأعضاء البشرية مثلا انتشرت في الفترة الأخيرة تذكر حضرتك بيع الأعضاء التناسلية بين مزدوجين الخصية طبعا هذا القانون نص بشكل صريح في المادة 16 على أنه لا يجوز التبرع بالوصية في الأعضاء التناسلية وحتى بيعها وطبعا بها تبرير هذا التبرع وهو حائل عند الوفاة يعني أي هو حرم عند الوفاة ولكن عند التبرع عند الحياة أيضا غير ممكن لأسباب أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب يصطدم بالمادتين من الدستور لأنه هذا ممنوع دينيا لهذا السبب هذا ممنوع هذه المسألة لأنه نقل هذه الأعضاء ولا حياء في الدين سيؤدي يعني يكون أشبه بحالة الزنا أشبه بحالة الزناتين من الدستور